يبقى دلوقتي لازم نعرف ايه طرق الوقاية من حروق الشمس احنا ماشيناه منطقي طب نعمل ايه بقى عشان نتجنب هذا الوضع الخطير اول حاجة هي تجنب الاشعة الضارة من اشعة الشمس وتحديدا اللي اسمها الاشعة فوق البنفسجية والاشعة دي اللي هي ممكن على فكرة تنعكسها الجلد من خلال الرمل او الميا خلوا بالكم الحكاية دي يعني مش لازم ان انت تبقى تنزل الميا عشان يجيلك حروق لا منت ممكن تبقى قاعد كده عاعد ده بتنعكس كمان من على الاسفلت احيانا يعني الناس اللي بيعودوا في الشوارع لفترات طويلة فيه ناس كده فيه اطفال كده خلاص بقى اجازة وبتاع فقولك انا هنزل ما انا في اجازة ولا مصيف ولا حاجة بيبقى واقف في الشارع كده بس فواقف بقى لابس حاجة كده دراعته بينه لابس شورت ولا حاجة فتلاقي هو الاشعة الضرة دي ممكن انعكس من خلال الاسفلت يعني انتو فاهمين يعني مش لازم الموضوع ده مرتبط بالمصايف او الرمل او الميا او كده لا تمام لازم كمان نستخدم مستحضرات الوقاية من الاشعة الشمس واللي بيبقى مكتوب عليها يعني اس بي اف احنا تكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت ونخلي بالنا اوي ان احنا الرقم يكون فوق الخمستاشر خلاص المستحضرات الوقاية من الشمس دي مهمة جدا ومش رفاهية عز فيه ناس فاكرة ان هي دلعة يعني عشان للأسف للأسف شديد انا بقول للأسف وانا بتكلم في وسيلة اعلام جزء كبير اوي من المواد اللي بتعرض في وسيلة الاعلام وتحديدا في الافلام السينمائية وفي المسلسلات او حاجات زي كده رصخوا في وجدان كتير اوي من الناس بعض الحاجات الخاطئة خالص منها مثلا يعني دايما كانوا يجيبوا مشهد ان هما لما الناس يحطوا الكريم اللي هو الواقي من الشمس ده كان دايما بيبقى المشهد ده عبر عن ايه ان دي مثلا مثلا انا بقول شخصية لعوب مثلا او اللي هي ناس بتضيع او واحد اللي هي او واحد اللي هو ما بيجيبوش واحد كمان يعني دايما عادة كان بتبقى يعني بنت او سيدة ويجيبوها ان هي الدلوعة اللي هي يعني بتحافظ على جسمها فالناس معزورة فيه ناس كتيرة اوي يقولك ايه احنا يعني زي الناس بقى اللي هم اللي بيتدلعوا دول لا الموضوع مش كده الموضوع ان ده وسيلة وقايا حقيقية فللأسف في العقل الجمعي عند كتير من الناس تعاملوا مع هذا الامر على انه حاجة يعني ملهاش لازمة فانا بقولكو لأ دي مستحضرات دي في غاية الاهمية دي مستحضرات طبية دي اسمع مستحضرات الحماية مش يعني مش بنعملها كده يعني مش رفاهية خلاص وخصوصا كمان للاطفال يعني الاطفال والكبار والرجالة والستات اصفير الجالة او شباب يقولك او انا معقولة يعني انا راجل محترم احط كريم برق ماء يا عم حضرتك هتنزل المية او اطاعت لا لازم تعمل كده يعني ما بقتش بس كلها انواع مستوردة او كده الانواع دي بتتحط قبل الخروج بنص ساعة واغلب الانواع بتكون ضد المية صحيح ولكن لازم يعاد وضعها على الجسم كل ساعتين او اربع ساعات وزي ما قلتلكو قبل كده الجزء اللي بيتحطي ميبقاش كتير انا فاكر في حلقة الاسئلة ما يبقاش كتير او حلقات الاسئلة مش لازم نخلي الطفل ده عبارة عن حاجة بيضة كده لا هي يعني كمية معقولة جدا وبنحطها على جسمه على رقابته وعلى وشه والكلام ده كله لازم كمان الاهتمام بالاستحمام زي ما لسه قايل من شوية بعد الخروج من المية سواء كانت البحر او حمامات السباحة لبس ان احنا نلبس هدوم قطن خفيفة مع كمام وشرطات طويلة وظاهرة بقى حكايت جلوس الاطفال يعني انا شخصيا شفت ده يعني تبس لو اطفال قعدة بالمية ما هم قاعدين على البحر فهيقضوا بالمية فتلاقيهم قاعدين بالساعات الحقيقة يعني هو لابس المية وكده بس ومرمي بقى كده في الشمس دي صاهرة خطر جدا لازم كمان نستخدم الشماسي يعني او نقعد تحت الشمسية نحط الطفل في الضل اطول فترة ممكنة وعدم التمادي في الوجود على الشواطئ او على حمامات السباحة زي ما لسه بقولكم حمامات السباحة المكشوفة تمام كمان لازم نلبس الاطفال بورنيتا او كاب بيكون له حروف يعني ما تكونش صغيرة لا حروف عشان تمنع ان الشمس تخبط في وشه وطبعا فيه اهمية كبيرة جدا ان احنا ما نعرضش الطفل الاقل من 6 شهور لاشعة الشمس بشكل مباشر احنا ما نعرضش طفل الاقل من 6 شهور احنا ما نعرضش طفل الاقل من 6 شهور